برج القاهرة أو برج الجزيرة واحد من أهم معالم القاهرة موجود في جزيرة الزمالك على نهر النيل اتبنى ما بين سنة 1956 وسنة 1961 مبني من الخرصانة المسلحة وعلى قاعدة من أحجار الجنونية الأسوامي المعمار المصري نعوم شبيب ولتولد في مصر ودرس العمارة في جامعة القاهرة صمم البرج على شكل ظهرة اللوتس المصري بيتكون من 16 طابق واشترك في بنائه 500 عامل ارتفاع البرج 187 متر يعني أعلى من الهرم الأكبر بحوالي 43 متر وده اللي بيخلينا نشوف من الدور 16 من على سطح البرج منظر رائع للقاهرة الكبرى وأهم معالمها زي نهر النيل وأحرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين وجامع الأزهر ومبنى الإزعاع والتلفزيون ودار الأبرى المصرية في الدور 14 في مطعم دائري بيلف حولي نقطة ارتكاز لمشاهدة صورة بنرومية حية لمدينة القاهرة وفترة الستينات اتجاوز البرج من أنه يكون مجرد معلم سياحي بارز لأنه يكون كمان مركز رئيسي لبس الإزاعات السرية والعلنية اللي انطلقت من القاهرة عشان تغطي قارة أفريقيا وأسيا لدعم حركات التحرير الوطني اتبنى البرج بتكلفة 6 مليون جنيه والمبلغ دادته الولايات المتحدة لرئيس جمال عبد الناصر اللي رفض أنه يتصرف على البنية الأساسية في البلاد رغم احتياج البلد للمبلغ ده ومن المؤكد أن دي كانت محاولة للتأثير على جمال عبد الناصر لتغيير مواقف بعض القضايا عبد الناصر أراد أنه يبني معلم يظل على مرة العصور رمز الكرامة المصرية